يشهد الأداء الخدمي وتنفيذ المشاريع الخاصة بهذا الملف نهضة كبيرة وهذا تحقق بعد توجيهات محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل لمدير الدوائر بهذا الخصوص وامتبعته الميدانية للأعمال التي تقوم بها الدوائر المختصة والتي لاقت إشادة كبيرة من قبل المواطنين الزميل عمار سليم يضعنا فيما تحقق من إنجازات في سياق التقرير التالي شرعت الملاكات الهندسية والفنية بتنفيذ توجيهات محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل في إطلاق عدد من المشاريع الخدمية واللوجستية التي تصب في خدمة المواطن مباشرة حيث تم تشغيل مشروع ماء الشرقات بعد إصلاح العطل الكهربائي كما تتابع هذه الملاكات أعمال خط الخانوقة وتأهيل جسري الشرقات العائم والاستراتيجي ولغرض فك الاختناق الحاصل في مدخل مدينة تكريت الشرقية فقد بدأ العمل بتهيئة المواد والمعدات اللازمة لمد الجسر الثابت على نهر دجلة ليتم بعدها الشروع بإصلاح الجسر الرئيسي الرابط بين تكريت وكركوكا الذي تعرض لدمار كبير من قبل العصابات الإجرامية أما في ناحية يثرب جنوب شرقي صلاح الدين فإن عملية رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع من مخلفات الحرب وفتح الطرق تجري على قدم وساقة وبنفس الجهود فقد تم تأهيل مشروع العوجة بالكامل عن طريق منحة البنك الدولي ويتواصل العمل لإعداد خطط وتهيئة مستلزمات معالجة الكسور الموجودة في الشبكة وصيانتها وإيصال التيار الكهربائي بعد أن يسمح للملاكات الفنية بالدخول إلى الناحية حال استلام قوات الشرطة لزمام الأمور كجهة رقابية وحيدة تشرف على عودة النازحين وتطبيع أوضاعهم حيث هيئة الدوائر المختصة وملاكاتها لهذه المهمة الوطنية والإنسانية بعد أن تم اتخاذ القرار بعودة الأهالي إلى مساكنهم وممتلكاتهم إذ يعد ملف ناحية العوجة ومناطق أخرى أهم الملفات في هذه المرحلة التي ستشهد عودة مرتقبة للنازحين بناء على الاتفاق الذي أبرم بين محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبية خلال الزيارة الأخير للمحافظة الأسبوع الماضي تنصب كل تلك الجهود من خلال رؤية تضعها إدارة المحافظة لضبط عقارب الساعة مع اشتراطات التحسن الأمن وانحسار خطر الإرهاب الذي عصف بالمدن فبات من الضروري الانتقال إلى مرحلة الإعمار والبناء بهمة عالية وجهود حثيثة يرافقها نبذ للعنف والانتقام وإشاعة لروح التسامح والتعايش والسلم الأهلي اشتركوا في القناة